هي الأولى تاريخاً وقرباً وعلاقة بالتونسيين جيلاً بعد جيل منذ 14 أكتوبر سنة 38 وتسعمائة وألف انطلق بثها كأول إذاعة تونسية ناطقة باللغة العربية تعبر إلى كل البيوت التونسية تعبر عن الناس تنقل مشاغلهم صداً لصوتهم وتتميز الإذاعة التونسية إضافة إلى عراقتها بقربها من المواطنين حيثما كانوا عبر مختلف ولايات الجمهورية من خلال باقة إذاعاتها الجهوية إضافة إلى الإذاعات في المركز وأيضاً عبر شبكة مراسلين في مختلف الجهات أما عن العلاقة بمستمعيها فهي راسخة متجددة عبر الأجيال أم البدايات ورفيقة كل الأوقات ومن منا من الأجداد والجدات من الأمهات والآباء من الأبناء لم يوقظه صوت الإذاعة الوطنية يستحثه لبداية يوم جديد سعيد من لم ترافقه برامجها في مشوار الحياة اليومية ومن لم يستطب رفقة سهراتها تعزف للليل لحناً متفرداً تلك هي الإذاعة الوطنية يعبق تاريخها ويتطلع حاضرها إلى مزيد الاقتراب من المستمعي عبر مختلف المحامل الرقمية مواكبة للجديد، سباقة، تواقة للأفضل أسماء أبنائها وأصواتهم عبر سنينها الستة وثمانين تظل ملء القلوب والذاكرة ومن لا يذكر صوت عبد العزيز العروي عادل يوسف، نجوة إكرام، نجيب الخطاب، صالح جغام وغيرهم من قامات الإذاعة التونسية الراحلون منهم والأحياء يضيئون البرمجة المتنوعة بين برامج وأخبار ومنوعات ومسلسلات بهم وبمستمعيها الأوفياء تبقى الإذاعة الوطنية التونسية نبراساً هي الأصل والأبقى